أو في الوقت اللي خده في المتشاط اللي فاتت وكان مؤثر وأحرز هدف في كل مباراة فنتمنى له إن شاء الله العودة وبسرعة يعني بمناسبة كلام كريم وهو بيكلم معه نجوم نادي الأهلي كريم فؤادي يمكن أنا مدت يعني برضو من اللعيبة مش بس في ماتشن بارح أنا يمكن أشتب كريم في الفترة الأخيرة لأنه برضو الحقيقة صعب جدا أنك أنت تفضل تغير في مركز لعب وتتوقع أنه في كل مركز يديك نفس المرضوط لكن كريم قادر يعمل ده قادر يعمل ده مع كولر في أكتر من مركز والحقيقة أنه تحط في تشالنج أو تحدي كبير جدا هكذا أنت بتحط وراء واحد يعني أنا بشوفه أنه في الحتة دي واحد من أساطير الكرة المصرية أو المحترفين الأجانب اللي جوم لعبه في مصر هنا هو علي معلول أي لعيبة هتحط وراء علي معلول هيتظلم الحقيقة هتحط في مقارنة صعبة جدا جدا فبالتأكيد مش هتكون في مصلحته لكن الحقيقة كريم ما حسسناش بده بالعكس الحقيقة كل مباراة بتحس أنه هو مستوى بيتطور بتحس أنه الروح اللي عنده طليق فعلا بروح لعيب في النادي الآلي بتحس أنه بيقدر يقدي كل المطلوب منه من جهاز الفني وبشكل يعني فيها وقت كتير جدا لعيبة بتتزلم من الجمهور بس بالنسبة لجهاز الفني أو الموديل الفني بيبقى عامل المطلوب منه والموديل الفني يمكن هو همسك الورقة كده بيديله عشر على عشر في الوقت اللي ممكن الجمهور يكون مدار وقشاش مش مش حسس بيه مش شايف دوره في الملعب ايه مش حسس انه هم طلع اللي عنده بنسبة 100% لكن كريم فؤاد الحقيقة اعتقد ان الجمهور الاهلي سعيد جدا 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 بالمستوى اللي وصل ليه وبالمرضود اللي بيقدمه مع الاهلي في الفترة الأخيرة لما بفتكر حد مش معنى كده ان انا بنسى حد تاني يعني كلهم كانوا نجوم من بيرا خلد عبد الفتاح اجاد طهر محمد طهر اجاد الشحات كان نجمه فوق العادة وسام ابو علي وسام ابو علي قصة وحكاية ورواية لسه ما بنسش معالمها اخدوا بالكم احنا بنكلم الولد الحقيقة فاقل من نص موسم وانا دايما بقول اتنين مركزين تحديدا في الفرق الكبيرة وبالذات مع النادي الاهلي الجمهور ما عندوش مساحة للصبر عليه يعني يا اه اه يا لأ لأ على طول كده لكن تدي له وقته تدي له فترة انه هو ينسجم يتأقلم يطلع عميز زين ما بنقول ده ما بيحصلش مع اتنين مع حرس المرمى ومع رأس الحرب اي حد تاني عنده الرفاهة دي عنده فكرة انه ياخد وقته يتأقلم لغاية لما يثبت نفسه او يثبت جدرته عند الجماهير النادي الاهلي انا متأكد تماما انه كل عنصر كل فرد كل لاعب بيتم اختياره للنادي الاهلي بيبقى عن قناعة تامة انه الكواليتي موجودة وطليق باسم النادي لكن التجربة التجربة بمجرد ما اللاعب ده يلبس التيشرت ويتحط في المحك زي ما بيقولوا يتحط تحت ضغط جماهيري يتحط تحت ضغط اعلامي يتحط تحت ضغط مباريات يتحط تحت ضغط تحقيق بطولات حق البطولة تاني يوم ينساها ويفكر في اللي بعدها ده اللي بيخلق او بيفرس حقيقي اللاعب اللي يستطيع انه يكمل ويصنع مشواره ومجده مع النادي الاهلي عن لعيبة كتير جدا 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 كانت كويسة جدا وما زلت مقتنع النهاردة حتى بعد ما ثابت النادي الاهلي اللاعب دي عندها كرة محترمة جدا بس ما تنفعش في الاهلي كريم واحد من نجوم المرحلة وسام أبو علي واحد من نجوم المرحلة اللي في ظرف فترة بسيطة جدا خد ثقة مارسل كولر وخد ثقة الجماهير عند النادي الاهلي وأستعرض معكم النهاردة أرقام وسام أبو علي كده في نص موسم وتعالوا نشوف إيه اللي حققه وسام في حلقة النهاردة خليني بس أخدكم سريعا للأخبار زي ما قلت لكم طبعا النادي الاهلي عموما الحقيقة يعني مدرسة في الحتة دي كابتن سامي قمصان كان بيتكلم مبرح لأن الرجالة كانت على قد المسئولية وأن هم قدموا كل مطلوب منهم مبرح كريم وأنتم عارفين طبعا ظروف درجات الحرارة كريم أحمن زميلي هو بيتكلم على ظروف الجو والنجيلة والحكاية والرواية يعني أنتم مش متخيلين حجم المجهود اللي ممكن يبزل في ظل الجو الحاردة وأنا مصفق لحقيقة وكلمت في الموضوع ده أكتر مرة كمان على الأندال بتلعب وقت بدري الواحد لما بيمشي في الشارع نص ساعة بس في الجو ده حتى وهو مشغل تكيف عربيته ممكن يبقى حاسس أنه الدنيا صعب جدا ما بالكم بالعيبة بتجري وبتبزل مجهود ومجهود غير طبيعي في مباراة قوية جدا مع بيرامز وفريق محترم لمدة تسعين دقيقة ده شيء الحقيقة برضو أشكر كريم أنه أشار لفكرة الناحة البدنية ومخططين الأحمال في النادي الآن عايز أقف سريعا جدا بس مع التحكيم اسأل نفسك سؤال سؤال الأول نمرة واحد لو كان حكم مبارح ده مش إسباني كان حكم مصري كان حكم مصري أي اسم يعني أي اسم من حكام المصريين الأفاضر كان ممكن إزاي تكون ردود الأفعال عليه بعد المباراة وكان ممكن إزاي يكون شكل المباراة نفسها سواء من ناحية اللاعبين أو من ناحية الأجهزة الفنية هو من رأيي يعني هو حكم مش عايز أقول دون المستوى لكن لأنه محكم الرجل محكم في الليجا ومحكم في كوبا درري ومحكم في يعني محكم مطشط كبيرة في إسبانيا وجاية من إسبانيا يعني مش مش بلد صغيرة لكن أعتقد أنه ما كانتش موفق إلى وحرم الأهلي من حاجات كتير يعني يعني أنا شخصيا مش عارف تتفق معي دي وجهة نظر يعني كنت حسس أنه في تحامل كبير جدا منه على لعابة النادي الأهلي أخطاء واضحة وصريحة أخطاء واضحة وصريحة ومحاتش يكلمني على أنه الكرة والالتحامات والقوة في إسبانيا وفي مصر لا دي مالهاش علاقة بالرجولة ومالهاش علاقة بالالتحامات القوية لا دي أخطاء واضحة وضوح الشمس وفي منهم أخطاء بدون كرة وأشوف أنه في كور كتيرة جدا مش بس أخطاء كانت تستحق أن يبقى فيه إنذارات وفي بعض الأوقات طرد لعيبة ولم يتعامل معها ولم ينظر إليها من الأساس يعني 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 كرة أحمد سامي مع عبد المنعم الدفع اللي في كرة سابتة كان فول للأهلي من ناحية المقصورة كده من عن ناحية الشمال وكرة سامة ما تلعبتش والعيبة بتحضر إنها تتمركز عشان تدخل جوة منطقة جزاء كان فول للأهلي في الشوت الأول وحصل الدفع عنيفة جدا من أحمد سامي لمحمد عبد المنعم ده اسمه يعني اللي أنا عرفه في قانون كرة القدم ده اسمه اعتداء بدون كرة مش من حقك إنك أنت تدفع لعب أو تعتدي على لعب بالشكل ده وإنه الحكم حتى ما يتكلمش معك وقيس على ده حاجات كتيرة جدا فولات واضحة وضوح الشمس ركلتين جزاء ليهم وعليهم عشان الناس اللي بتكلم عن ركلة الجزاء بتاعت حسين الشحات الأهلي ليه ركلتين جزاء ممكن جدا جدا حكام تانية تحسابهم من غير ما ترجع للفار فهو السؤال هنا بس يعني لو كان الحكم ده مصري كانت ممكن تكون إيه ردود الأفعال وإزاي كان هيكون سيناريو المباراة أعتقد أنه كان هيكون سيناريو مختلف تماما صلاح بيعود للأنف المرة تانية وعارني صلاح بيستقبله حييمكن وصلاح يمكن تأخر شوية في الأجستو الصيفية هو واتارويندو طبعا لعب المحترف الياباني في الصفوف في ليفر بول وعارني صلاح تستقبلهم ووضح كده أن الرجل بني أحلامه وأماله كلها بشكل كبير على محمد صلاح الفترة اللي جاية كان محل ترحيب وقال أنه هو جاهز جدا وأنه قدوة للعابين في فريقه وبيرهن على مشروعه مع ليفر بول بوجود لعب بقيمته وبخبرة محمد صلاح نتمنى لصلاح التوفيق في موسم القدوة نموذجية هكذا وصفه أرني صلاح يعني في الفترة اللي جاية عندي كلام كتير طبعا على مشوار الأهلي وأستعرض معاكم النهاردة شكل الجدول والترتيب وفرص الأهلي ومبارياته المتبقية وبداية من رايتنا السيناريو مباراة مودرن اللي هيكون مباراة بالتأكيد صعبة جدا قبل المواجهة التانية طبعا افترض ان هيبقى عندنا بعد مودرن مباراة في الكاس مع الألومينيوم وبعد كده يوم 22 هيكون عندنا مباراة المرحلة دي على بعضها كده مرحلة ثم ما بعد مرحلة يوم 17 إن شاء الله دي مرحلة تانية هنبقى نتكلم عليها في وقتها خليونا نستقبل ديوفنا النهاردة في السادسة محلين الفنين بلال محسن وأحمد مصطفى هيكون ديوفي لكن بعد القصة